السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط في الفصل الدراسي الثالث ومقرر المهارات الرقمية عنوان درسنا لهذا اليوم هو صيانة الحاسب في جزئه الأول سنتحدث في هذا الدرس عن مشاكل نظام التشغيل مشاكل محركات الأقراص الثابتة ستتعلم في هذه الوحدة كيفية تشخيص وحل مشكلات أجهزة الحاسب والشبكة الأكثر شيوعا وستتعرف على كيفية تخزين الملفات سحابيا ومشاركة المعلومات والتعاون في إنجاز الأعمال أهداف التعلم لهذه الوحدة سنتعلم في هذه الوحدة مشاكل نظام التشغيل الشائعة والحلول الممكنة مشاكل محركات الأقراص الثابتة والحلول الممكنة مشاكل الأجهزة الطرفية والحلول الممكنة مشاكل الشبكة والاتصال بالإنترنت وكذلك الحلول الممكنة لها التخزين السحابي ومميزات وعيوب استخدامه التخزين على جوجل درايب العمل بصورة تعاونية بمشاركة الملفات الأدوات جوجل درايف أبل آي كلاود وان درايف يواجه مستخدم أجهزة الحاسب والأجهزة الإلكترونية الأخرى العديد من المشاكل التي تتعلق بنظام التشغيل أو الأجهزة الطرفية أو الشبكة والاتصال بالإنترنت والتي يمكن التعامل مع بعضها دون اللجوء إلى المختصين لحلها وفي هذا الدرس ستتعرف على المشاكل الأكثر شيوعاً لتلك الأجهزة وكيفية التعامل معها مشاكل نظام التشغيل الحاسب لا يستجيب إذا توقف الحاسب عن الاستجابة للأوامر يجب أن تكتشف ما إذا كانت المشكلة تتعلق بتوقف البرنامج الحالي عن الاستجابة أو أن تلك المشكلة تتعلق بنظام تشغيل ويندوز بأكمله إذا كان من الممكن تحريك مؤشر الفأرة فهذا يعني غالباً أن المشكلة تكمل في البرنامج قيد التشغيل فقط يمكنك إيقاف ذلك البرنامج الذي لا يستجيب باستخدام مدير المهام Task Manager لاستخدام مدير المهام اضغط بزر الفأر الأيمن على منطقة فارغة من شريط المهام كما يشير إليه السهم رقم واحد ثم اضغط على مدير المهام كما يشير إليه السهم رقم اثنان اضغط على البرنامج الذي لا يستجيب في القائمة ثم اضغط على إنهاء المهمة End Task يجب أن يعمل ويندوز الآن بشكل طبيعي تطبيق عملي ننقر بالزر الفأر الأيمن على منطقة فارغة من شريط المهام اختر مدير المهام ستظهر قائمة التطبيقات المفتوحة حدد التطبيق الذي لا يعمل ثم انقر على إنهاء المهمة من المفترض أن يعمل ويندوز بشكل طبيعي بعد ذلك اضغط على المفاتيح الثلاثة Escape, Shift و Control معا لعرض مدير المهام Task Manager حدد البرنامج الذي لا يستجيب ثم اضغط على إنهاء المهمة End Task يمكنك الاستعانة بهذه الصورة لتحديد أماكن المفاتيح المذكورة في هذه الملاحظة إذا لم يتحرك مؤشر الفأرة فيجب إعادة تشغيل نظام التشغيل ويندوز اضغط على مفتاحي Alt و F4 معا كرر وأغلق جميع التطبيقات ونوافذ المتصفح أيضاً يمكنك الاستعانة بهذه الصورة التي أمامك لتحديد أماكن المفاتيح المطلوبة وستظهر نافذة إيقاف تشغيل ويندوز وباستخدام مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح اختر إعادة التشغيل من القائمة المنسددة إذا لم تكن محددة ثم اضغط على مفتاح Enter في بعض أجهزة لوحة المفاتيح يتطلب الضغط على المفتاح Fn في نفس الوقت باستخدام مفاتيح Alt و F4 لاحظ أن بالضغط على المفتاح Tab الموجود على لوحة المفاتيح يمكنك التنقل بين الأزرار الثلاثة موافق وإنهاء وتعليمات دون استخدام أسهم لوحة المفاتيح الحاسب لا يعيد التشغيل أيضاً هذه أحد مشاكل نظام التشغيل إذا لم تتم إعادة تشغيل الحاسب نفذ الآتي تحقق من عدم وجود كابل USB متصلاً بالحاسب أو وجود أقراص الفيديو الرقمية DVD في محرك الأقراص أزلهم وحاول مرة أخرى أوقف تشغيل الحاسب ثم شغله مرة أخرى لمعرفة هل ما زالت المشكلة قائمة قد يكون السبب هو أحد الأجهزة الطرفية أزل جميع الأجهزة باستثناء الفأرة ولوحة المفاتيح وحاول مرة أخرى إذا بدأ إعادة التشغيل الحاسب بصورة طبيعية يجب عليك إزالة الجهاز المتسبب بالمشكلة أغلق الحاسب ثم صل جهازاً واحداً كل مرة وأعد التشغيل حتى اكتشاف الجهاز الذي يتسبب بالمشكلة يؤدي ارتفاع درجة حرارة الحاسب إلى بطء أدائه ومشاكل أخرى إذا كان الأمر كذلك أغلق الحاسب وانتظر حتى تنخفض حرارته قبل تشغيله مرة أخرى إذا رأيت رسالة على شاشة حاسبك مثلاً محرك الأقراص الثابت مفقوداً أو نظام التشغيل مفقود فعليك الاتصال بفني الحاسب أو أخصائي الدعم لحل المشكلة فقد تتسبب بحدوث مشكلة أكبر إذا حاولت حلها بنفسك الحاسب يعمل ببطء أيضاً هذه أحد المشاكل عند حفظ ملف أو تعديله يبحث الحاسب عن المساحة المتوفرة على محرك الأقراص لتخزين البيانات إذا لم تكن هناك مساحة كافية لتخزين الملف بأكمله فسيتم تقسيمه إلى أجزاء أصغر وتخزينه في مناطق غير متجاورة من محرك الأقراص بمرور الوقت مع إضافة المزيد من الملفات وحذفها تصبح المسافة الخالية من محرك الأقراص مجزأة وتنتشر الملفات عبر محرك الأقراص كما نلاحظ مثلاً في هذه الصورة التوضيحية قد تؤدي تجزئة محرك الأقراص إلى إبطاء حاسبك ولذلك ينبغي عليك إلغاء تجزئة محرك الأقراص بحاسبك وإعادة ترتيبه بصورة دورية تجزئة محرك الأقراص Hard Drive Fragmentation هي حالة تتوزع فيها الملفات الموجودة على محرك الأقراص الثابتة في أجزاء عبر مواقع فعلية مختلفة على القرص يمكن أن تحدث التجزئة بمرور الوقت بطءاً في أداء الحاسب لإلغاء تجزئة محرك الأقراص اضغط على علامة التبويب هذا الكمبيوتر الشخصي This PC كما يشير إليه السهم رقم واحد حدد القرص الثابت واضغط بزر الفارة الأيمن حدد خصائص كما يشير إليه السهم رقم اثنان وثلاثة من خصائص القرص الثابت اضغط على زر أدوات كما يشير إليه السهم رقم أربعة وثم اضغط على زر تحسين Optimize كما يشير إليه السهم رقم خمسة في نافذة تحسين محركات الأقراص Optimize Drives Window حدد القرص الذي تريد إلغاء تجزئته واضغط على تحسين Optimize كما يشير إليه السهم رقم ستة وسبعة تذكر استخدام أدات التحسين وتنفيذ إلغاء التجزئة فقط مع محركات الأقراص الثابتة Hard Disk Drive HDD وليس محركات الأقراص ذي الحالة الصلبة Solid State Drives SSD تطبيق عملي على تبويب هذا الكمبيوتر نختار المحرك ثم بالزر الأيمن خصائص ثم من التبويب أدوات نختار محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة ثم تحسين ولكن ننتبه في هذا المحرك أنه ذو حالة صلبة فيجب عدم استخدام التحسين مع هذا النوع من المحركات أما إذا كان قرب صلب ثابت فيمكنك استخدام عملية التحسين يتمثل الإختلاف الرئيس بين محركات الأقراص الثابتة HDD ومحركات الأقراص ذي الحالة الصلبة SSD فيما يتعلق بإلغاء التجزئة بأن محركات الأقراص الثابتة تستفيد من إلغاء التجزئة بينما لا تتطلب محركات الأقراص للحالة الصلبة ذلك بل يمكن أن تتضرر من جراء ذلك تحتوي محركات الأقراص الثابتة على أقراص دوارة برؤوس قراءة أو كتابة عندما يتم تجزئة الملف يمكن للرؤوس القفص من جزء قرص إلى جزء آخر للوصول إلى جميع أجزاء الملف من ناحية أخرى تخزن محركات الأقراص للحالة الصلبة البيانات على بطاقة الذاكرة الرقمية والتي لا تحتوي على أجزاء متحركة نصيحة ذكية نظراً لتناقص مقدار المساحة الخالية على محرك أقراص الحاسب يحدث انخفاض في أداء النظام استخدم تنظيف القرص لتفريغ سلة المحذوفات وحذف الملفات غير الضرورية التي يحتفظ بها النظام على محرك الأقراص الثابتة مشاكل محركات الأقراص الثابتة يعد محرك الأقراص الثابتة HDD من أهم المكونات في حاسبك حيث يحتوي على جميع برامجك وبياناتك إليك بعض النصائح التي ستساعدك على حمايته وحماية البيانات الموجودة عليه أولاً تجنب الحركة العنيفة عند نقل جهاز الحاسب لا تستخدم الحاسب في درجات حرارة أو رطوبة عالية إذا سمعت أي صوت خارج عن المألوف صادر من حاسبك مثل الصفير أو الاحتكاك من محرك الأقراص الثابتة فهذا يعني أن محرك الأقراص الثابت على وشك أن يتعطل احفظ مستنداتك المهمة على أجهزة التخزين الخارجية وأغلق حاسبك ثم استبدل محرك الأقراص الثابت بآخر جديد عند توقف محرك الأقراص الثابت عن العمل استشر أحد خبراء تقنية المعلومات أو أخصائي الدعم الفني حول كيفية استعادة ملفاتك من القرص فهناك العديد من الأدوات والخدمات التي يمكنها مساعدتك على استعادتها تقويم إذا سمعت أصوات غريبة صادرة من الحاسب ما هو التصرف الصحيح؟ أضغط على زر كتم الصوت ميوت في مكبرات الصوت تجاهل الصوت الغريب احفظ ملفاتك المهمة على محرك أقراص خارجي خشية من تعطل محرك القرص الثابت ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم الإجابة الصحيحة هي حفظ ملفاتك المهمة في أقراص خارجية خشية تعطل محرك القرص الثابت صل بين مشاكل الحاسب الآتية وطرق التعامل معها رقم واحد البرنامج لا يستجيب اثنان الحاسب يعمل ببطء ثلاثة الحاسب لا يعيد التشغيل لنفكر قليلاً في البرنامج لا يستجيب رقم واحد ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ هل هي التأكد من عدم وجود أقراص الفيديو الرقمية DVD في محرك الأقراص؟ نفذ التحسين ما هو الحل أو ما هي طريقة التعامل الصحيحة؟ أحسنتم إذن تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن مشاكل نظام التشغيل ومشاكل محركات الأقراص الثابتة أعزائي الطلاب نشكر لكم حسن استماعكم ونلقاء بإذن الله في درسنا القادم